تعليق هذا هو الواقع الميداني مما يجري حقيقة من المقاومة وبخصوص كتاب القسام وكذلك سرايا القدس في منطقة جبالية الميدان يتحدث عن ذاته تفجير دبابة بعبط شواظ وعلى الرغم من وجود قوات جيش الاحتلال بقوات تقدر بفرقة وعندما نأخذ بعين الاعتبار وجود طائرات لكوات كابتر وطائرات للصطلاع وهذا التواجد الكثيف للقوات وتتمكن القسام من أن تقوم بزرع عبوات الشواظ قد تكون هذه العبوة مزروعة سابقا ولكن حقيقة عملية التفجير هذا يدل على أن المقاومة ما زالت فاعلة المقاومة ما زالت قادرة أن تدخل في المكان المناسب وهذه حقيقة هي عبقرية في عملية توضيع العبوات في المكان الذي يتم دراسة من الأماكن أكثر احتمالا بدخول دبابات جيش الاحتلال ليتم التفجير وعادة عندما يكون هذا التفجير من هذه المسافة تكون الإصابة قاتلة مئة بالمئة ومدمرة ولاحظنا العديد من التفجيرات في الآون الأخيرة بأن عملية الإصابة تكون من منطقة قتل للدبابة وهناك عندما نأخذ بالاعتبار الطاقم أربع جنود طاقم الدبابة وإن كان هناك في الكابينة الخلفية جنود آخرين يكون العدد ستة زائد أربع عشر ولذلك عندما يتم استدافة الدبابة قد يكون الخسائر ما بين قتيل وجريح من أربع إلى عشر ما بين ضباط وأفراد لجيش الاحتلال طيب قلت قد تكون زرعت مسبقا هذه العبوة وما الذي يقوله لنا ذلك عن قدرات المقاومة على الرصد والتتبع وتوقع أيضا مسارات هذه الدبابات في منطقة صغيرة محاصرة هذا ما ذكرته لأن القسام هم يدرسون جغرافيا ويعلمون جغرافية المنطقة بشكل صحيح وعندما نأخذ منطقة جبالية لاحظنا من الصور بأن منطقة مليئة بالأزقة والممرات الضيقة ولذلك عندما يتم دراسة طبيعة الجغرافيا يتم معرفة المكان من المتوقع أن تسلك آليات جيش الاحتلال قد يكون هناك عدة أماكن ولكن حصرا المناطق في المخيمات تكون الزقة ضيقة ولذلك تتحدد ممرات الحركة وهذا يساعد كذلك القسام على عملية زرحة الآن هذه الأماكن إما أن تكون مفخخة سابقا أو أن يكون هناك عملية لزرع هذه العبوة حتى أثناء العمليات نحن هنا يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن القتال بالمجموعات الصغيرة من أحد أهم أساليب العمل للقتال في المجموعات الصغيرة ما يسمى الطمر والتخزين وما أقصد بالطمر والتخزين بأن هذه العبوات أو الأسلحة المضادة للدبابات أو عبوات الشواض تكون محظرة ومجهزة ومخفية تحت الأرض بشكل مموه وبشكل جيد وحين الحاجة يتم إخراجها ووضحها في المكان المناسب وباعتقادي لا زال هناك بعضا من الأنفاق التي تعطي ميزة تعبوية ومرونة حركة للمقاتلين من القسام والفصال المسلحة والتي تمكنهم من أن يتم استخدام هذه الأنفاق للحركة ووضع العبوات أو استخدام الأسلحة لقنص طوات جيش الاحتلال وتدميره وهناك أيضا طائرات استطلاع تعمل بشكل كثيف فوق سماء غزة وهذه المنطقة المحاصرة بالتحديد كيف يلتف مقاتلوء المقاومة وتعايش مع هذا الواقع بمعنى يزرعون عبوات وينفذون كماء رغم وجود طائرات استطلاع طوال الوقت التحدي حقيقة يصنع الإبداع وعندما نأخذ بعين الاعتبار ما يجري الآن في محافظة شمال قطاع غزة في جباليا بيت لاهية بيت حانون الصفطاوي أتوام الآن هناك تصميم من قبل جيش الاحتلال وكما ذكرنا عدة مرات سابقا بأن الغرض الرئيسي من هذه العملية هو ليس عسكري هو سياسي وتهجير هو استيطان هو قتل هو إجرام ولذلك بالنسبة للمقاومة الأصبحت الآن هي معركة وجودية ولذلك هناك نعم هناك عامل قطورة هناك عامل مقاومة ريسك فاكتور عالي جدا ولكن حقيقة جرئة القسام وخبرتهم القتالية منذ ما يزيد عن عام أصبح لديهم بعضا من التكتيكات في كيفية عملية الحركة هنا نحن نتحدث عن حركة بمقاتل أو مقاتلين في فترات قصيرة جدا يتم إخراج هذه العبوة واضحة ومن ثم الاختفاء بالإضافة يجب علينا أن نقض بالإعتبار بأن قطاع غزة ما يزيد عن 86% منه مدمر وهذه الكتل الإسمنتية للكتل الخرسانية أصبحت تستخدم كمتاريس وهي تسهل حركة المقاتلين حقيقة وتخفيهم عن أنظار قوات جيش الاحتلال وعمليات الاستطلاع من الطائرات المسيرة نعود هنا إلى الهدف المعلن إسرائيليا من هذه العملية في جبالي وهي تطهيرها من مقاتلي المقاومة وأيضا القضاء على المعدات القتالية لها هل تتوقع بأن يكون هذا الهدف قابلا لتحقيق وكم يلزم الجيش الإسرائيلي من وقت لتحقيق هذا الهدف جيش الاحتلال دخل في نوفمبر الماضي المرة الأولى جبالية المرة الثانية في الشهر مايو من هذا العام وهذه المرة حقيقة هي تختلف بشكل تام هناك تصميم من حكومة اليمين المتطرف وجيش الاحتلال على إنهاء محافظة الشمال وهناك إعلانات هي القضية ليست ما يقدر بخمس آلاف مقاتل للقضاء عليهم وإنما تهجير ما بين مائتين إلى أربعمائة ألف ليس فقط من محافظة الشمال وإنما هناك تصميم على إخراجهم من كافة منطقة محافظة مدينة غزة والشمال ولذلك هذا التصميم لغاية الآن أستطيع أن أقول بأنه يوجد إعاقة لتنفيذ هذه المؤامرة خطة الجنرالات من جيش الاحتلال بسبب صمود وإصمام الحاضن الشعبي الشعب الفلسطيني على التشبث بأرضه ولكن لاحظنا خلال الأيام الماضية كان هناك عملية إخراج للسكان تحت النيران وأجبره من قبل قوات جيش الاحتلال ولذلك إذا بدنا نأخذ من ناحية نظرية نعم سيتم محاولة من قبل جيش الاحتلال للقضاء على المقاومة في محافظة الشمال وإعادة الاستيطان إلى تلك المنطقة إلا أن المقاومة ما زالت قادرة أن تبلي بلان حسنا ولكن السؤال إلى متى المقاومة قادرة على الصمود وما هي الترسان المتبقي لديها نحن نتحدث من ناحية حقيقية وواقعية عن فرقة زائد لقوات جيش الاحتلال تقاتل في تلك المنطقة مع تصميم من قيادة جيش الاحتلال على تحمل هذه الخسار نعم أصبحت حرب استنزاف ولكن العملية الآن يوجد تصميم لإنهاء محافظة الشمال من قبل اليمين المتطرف طيب يعني إذا تكررت مثل هذه العمليات في اعتقادك كيف سيؤثر ذلك على أهداف واستراتيجية الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة؟ هل يمكن أن تتغير؟ إذا حققوا النصر في محافظة الشمال كما أسلقت سيتم التحرك مباشرة للمرحلة الثانية من العمليات في قلب مدينة غزة وعندما نأخذ بعين الاعتبار المنطقة من شمال نتساريم إلى شمال القطاع هذه المنطقة ستكون منطقة وهي الآن منطقة عسكرية مغلقة يوجد تعتيم إعلامي عما يجري داخل المنطقة بالإضافة إلى أن المنطقة من شمال مخيم لبريج مخيم نصيرات وحتى محور نتساريم هذه المنطقة كذلك يتم قصفها من الدبابات والطائرات يوميا وعلينا كذلك عندما نقرأ من ناحية تحليلية المنطقة من ناحية العوز من أقصى الشرق بمرورا بشارع صلاح الدين غربا حتى شارع الرشيد حتى البحر المتوسط ما يسمى بمحور نتساريم تم التوسيع العملياتي من 2 إلى 4 كيلومتر وهناك أربعة نقاط حصينة يعني استحكامات عسكرية وهذه العملية التي بنيت وهذا الهايوي الذي أنشئ ضمن تلك المنطقة يشير بأن جيش الاحتلال لديه خطط للبقاء ولا يوجد أي فرصة للخروج من تلك المنطقة